أحسن الله إليكم ومبارك فيكم هذا سائل يقول فضيلة الشيخ أنا أعمل في صيدلية في المناوبة الليلية هل يجوز لي في فترة العمل أن أقرأ القرآن أو الكتب الشرعية أثناء عملي دون أخذ موافقة صاحب هذه الصيدلية؟ الكلام على أداء العمل إذا كان قراءته للقرآن أو مطالعته في كتاب لا تؤثر على سير العمل يقوم بالعمل فلا بس بذلك أما إذا كان هذا يؤثر على سير العمل فلا يجوز له ذلك